المهرجان السنة في 2015 الدورة رقم 1-30 باسم نجمنا الكبير محمود ياسين وده تقليد بدأ نام السنة اللي فاتت بعد ما اطلقنا على الدورة الماضية الدورة الثلاثين اسم نجمنا الكبير نور الشريفة نجم الراحد واللي موجود معنا في اعماله حتى الان بتشارك معنا السنية ان شاء الله 33 دولة فيه 300 فيلم معنا سبع مسارقات ما بين الافلام الطويلة والافلام القصيرة عندنا مسارقة السيليمائي من الافلام الطويلة برؤية طويلة لدور البحر العبد المتوسط ومسابقة الافلام القصيرة لدور البحر العبد المتوسط معنا مسابقة الشباب السيكندري ومسابقة الفيلم العربي الطويل والسنادي بتضم 15 فيلم عربي لك بكتير يعني كمان كان ده رواي طويل معنا مسابقة الفيلم العربي القصير وبيضم 11 فيلم من 10 دول في مجموعة من التعاون مع مؤسسات زي نقابة السيليمائيين والتعاون معنا السنادي في المسابقة الافلام العربية بنقدم جواز مالية في المسابقة العربية للـ 50 ألف جنيه بنعمل دعم للشباب السيكندري في ورش سيليمائية بتعمل في التصوير والإخراق الإسكندرية يعني من النهاردة فيه ورشة موجودة في مركز الإداع المخرج الإنجليزي بتعمل في مركز الإداعات للشباب السيكندري وفيه ورشة كمان أخرى هتعمل للتصوير للمصور السيليمائي والمخرج سعيد الشيني بالإضافة لأعمال كثيرة موجودة وبنتمنى دعم النجوم المصريين لهذا المهرجان ان هم يكونوا متواجدين بالكسافة زي ما كانوا موجودين باستنظفات نحن بعتنا دعوات لكل النجوم من مختلف الأعمار بنقول ان المهرجان ده مهرجان سيليمائي بيمسك اسم مصر بنتمنى ان يكون فيه تواصل بين النجوم الكبار والنجوم الشباب والنجوم اللسئة بدئين الوجوه الجديدة مع المخرجين والسيليمائيين الضيوف اللي جايين سواء من الوطن العربي او من اوروبا لان بيكون فيه تفاعل وتواصل بينهم ومن بعض بنتمنى يكونوا موجودين لانه هم يعني كوة مصر النعيمة في دعم السينما المصرية ولا يخفل علينا او عليك ان السنة دي بعد يعني عودة بعد عن اصبح لمصر دولة ورئيس اللي هو رئيس عبد الفتاح السيسي بنعمل على دعم القومية العربية وعودة الوطن العربي للحضن الأم اللي هي مصر فاقامنا اخسر من فعالية عربية معانا حوالي ستين مبدع عربي فنان ومبدع عربي موجودين معانا ان شاء الله السنة دي للتفاعل ودعم العربية او احتضان مصر للوطن العربي مرة تانية